السلام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الآن مع كارثة كوارث ابن تيمية والحقيقة ابن تيمية وقع في كثير من الكوارث وأعني بالكوارث تلك الصدمات المخالفة لدين الإسلام التي وقع فيها ابن تيمية بشيء من التلبيس وروجها وربما قلده كثير من قومه وهم لا يشعرون هل هذه أكبر كوارث ابن تيمية لعلها ولكن هو الرجل أصل للتجسيم وقعد لمذهب الكرامية المخالف للدين وسماه عقيدة السلف ولبس على الناس كثيرا في هذا الباب وأتى بمخالفات وخروقات للإجماع كثيرة فهل هذه أكبرها؟ لعل ذلك يعني قضية ليست قضية حدية تقاس فنقول هذه أكبر من هذه لكن هذه من الدواهي ألا وهي قيام الحوادث بذات الله جل جلاله إضافة إلى أنه أمر لم يرد هذا على قاعدته هو قاعدته ماذا؟ أنه إذا لم يرد فينبغي السكوت عنه بل ورد ما يخالفه؟ بل هو مما يخالف مقطوع عقائد المسلمين لنقرأ كلامه في منهج السنة النبوية في الجزء الثاني صفحة ثلاثمائة وثمانين فإن قلتم لنا قد قلتم بقيام الحوادث بالرب قلنا نعم وهذا قولنا الذي دل عليه الشرع والعقل قيام الحوادث بالرب جل جلاله على زعم هذا الرجل دل عليه الشرع والعقل إذن هو يقرر عقيدته هو لأنه بالأمس أرسل لي بعض إخوة الأزهريين تسجيلا فيه أن بنت تيمية لا يقول بهذا طبعا ليس من كلام ابن تيمية أحد الوهابيين يدافع عنه ويقول إنما التزمه التزاما وأخذه في باب الرد على المتكلمين وكأن الرد على المتكلمين يحل له أن يقع في ما يخالف عقيدة المسلمين وكأن الغاية تسويغ الوسيلة ما دام يرد على المتكلمين من المتكلمون هنا؟ علماء الإسلام قاطبة في العقيدة ما دام يرد عليهم إذن لا بأس أن يخالف العقيدة قال هو لا لا هو لم يتبنى هذا إنما هو رد عليهم في باب حينما رد على المتكلمين وهذه على فكرة قاعدة من قواعد بن تيمية يعني يلتزم اللازم الباطل إذا ما رد على الإسلام كيف؟ قلنا له الاستواء الحس الذي تقول به على أنه صفة ذات قائمة بالله دائمة مستمرة مستقرة يستلزم منها قدم العرش ها فكر وقدر ثم بعد ذلك ووصل إلى نتيجة أن العرش أيضا قديم يعني بالقدم قدم نوعي للمادة فر من الرمضاء إلى النار هذه طريقته يعني يستلزم بدل أن يعود إلى الحق وقد قلت للدكتور بوطي رحمه الله قلت له الدكتور بوطي رحمه الله قلت له يا سيدي بعض الناس يقول لنا ابن تيمية يعني هنا التزم اللازم الباطل في المناظرة قال عجيب هو لا يبحث عن الله سبحانه وتعالى لا يبحث عن الحق كيف يلتزم الباطل يجب أن يتراجع مادم أفحم وانقطعت حجته وثبت بطلان ما عليه يجب أن يتراجع الحق لأن يلتزم اللازم الباطل إذن هذا في صفحة 381 في الصفحة التي بعدها الجزء الثاني صفحة 381 يقول فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به قلنا ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والعمة لاحظ الشيخ ابن تيمية ماذا يفعل النقص يتوقف فيه النقص الواضح بحق الله سبحانه وتعالى يتوقف فيه على ماذا على قول قائل لا بد أن يسبقه السلف في نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والعمة ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل أعوذ بالله أين نصوص القرآن والسنة وصريح العقل لكن تبه جيدا للتهويش الذي يفعله ابن القيم وابن تيمية إذا قالك وعلى هذا القرآن والسنة وطوائف السلف والخلف وجميع العلماء وكذا كل كلام فارغ إذا لم يأتي بأدل قطعية واضحة لا خلافة فيها فلا تقبل ذلك التهويش بحال من الأحوال نعيد قوله قلنا ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل وهو قول لازم لجميع الطوائف ومن أنكر فلم يعرف لوازمه وملزوماته ولفظ الحوادث مجمل فقد يراد به الأمراض والنقائص عادت ابن تيمية في اللعب دائما يأتي إلى الألفاظ المستقرة المستمرة فيحتمل أن لها معاني فيقول لعل لها معاني عديدة والمعاني التي تستلزم نقصا نرفضها هل الله جسم يقول قال بعض المتكلمين الجسم هو الموجود من هذا المتكلم الذي قال مجسم مثل حكايتك لاحظ المجأة المسألة القضعية يجعلها خلافية هنا الأعراض كلمة عامة قد تطلق على المرض وقد تطلق على كذا وكذا فإن أريد بها ذلك النغص فلن نرفضها فإذا أريد بها ماذا أن شيئا من مخلوقات الحال الحادثة حل في ذات الله لا هو عنده ليس مشكلة في هذا نقرأ كلامه حتى لا نظلم الرجل الله يقول ولفظ الحوادث مجمل فقد يراد به الأمراض والنقائص والله تعالى منزه عن ذلك لماذا لا تثبته وقد جاء في حديث مرضت فلم تعدني وفي حديث قدس هذا طب أوله طيب إذا ما معنى أوله يعني هذا يستلزم نغصا إذا يجب تأويله فكذلك كل نغص ينسب إلى الله يجب تأويله ولهي ظاهرية نعم نعيد قال ولفظ الحوادث مجمل فقد يراد به الأمراض والنقائص والله تعالى منزه عن ذلك كما نزه نفسه عن السنة والنوم واللغوب وعن أن يؤوده حفظ السماوات والأرض وغير ذلك مما هو منزه عنه بالنص والإجماع ثم إن كثيرا من نفات الصفات المعتزلة وغيرهم يجعلون مثل هذا حج في نفي قيام الصفات أو قيام الحوادث به مطلقة تلبيس إبليس تلبيس حقيقي هنا ماذا يفعل المعتزلة جعلوا هذا ذريعة طيب المعتزلة يا أخي فيما خالفوا فيه النصوص كلامهم مردود المعتزلة فيما خالفوا فيه الصحابة والتابعين وسواد الأمة مثل الرؤية ونحوها كلامهم مردود أما المعتزلة في مناظرته لأعداء الإسلام ولليهود المجسمة وللنصارى المجسمة وللطوائف المجسمة من المسلمين المدعين للإسلام إذا أتى بقواعد عقلية لا يرد كلام المعتزلة هنا لماذا؟ لأن الحكمة ضالت المؤمن فكيف إذا كان المعتزلة وهو أصل المؤمن وإن كان قد ابتدع في بعض الجوانب ندعو بدعته ونعود إلى ما وافق فيه الحق نقرأ كلامه ثم إن كثيرا من نفات الصفات المعتزلة وغيرهم يجعلون مثل هذا حج في نفي قيام الصفات أو قيام الحوادث به مطلقة هل نفي الصفة مثل نفي الحادث؟ لاحظ نفي الصفة القديمة الأزلية هي مثل وصف حادث ينفى عن الله سبحانه نعوذ بالله من الخذلان وهو غلط منهم فإن نفي الخاص لا يستلزم نفي العام ولا يجب إذا نفيت عنه النقائص والعيوب أن ينتفي عنه ما هو من صفات الكلام الكمال ونعوة الجلال أيضا تلبيس مرة ثانية ما هي صفة الجلال والجمال التي أنت تريد إثباتها؟ ما هي؟ ما هي؟ أن الكلام يحدث في الله؟ الله يحدث في نفسه الله يحدث في نفسه الكلام بحرف وصوت يحدث في نفسه يعني الله محل الحوادث اقترن بحادث وما اقترن بحادث فهو حادث حل فيه شيء من مخلوقاته أو صفة حدثت لله لم تكن موجودة فحدثت يعني كان ناقصا قبلها أليس كذلك؟ إذا وعد محالتين إما صفة نقص فينزه الله تعالى عنها أو صفة كمال حدثت لله إذا لم يكن كاملا فاكتمل وكلهما باطل فيجب أن يرد انتهى كلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية فنقول إن الشيخ ابن تيمية غفر الله له خالف الكتاب والسنة بل خالف العقل لأن الله تعالى يغير ولا يتغير الأعراض حوادث وسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام احتج على قومه بهذه الحجة التي أيدها الله تعالى ما هي؟ فلما رأى كوكبا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين ثم القمر ثم الشمس بعد ذلك تبرأ من كل آلهتهم لماذا؟ لأن تلك الآلهة كلها تتغير والله لا يتغير الله تعالى أقر هذه الحجة بعد نهاية تلك القصة وقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه إذن لا يمكن لله سبحانه أن يكون محل للحوادث سواء الحركة والسكون أو الحرف والصوت إذا ما حدث فالله تعالى عن ذلك علوا كبير لا يمكن أن يكون محلا للحوادث لماذا يصر ابن تيمية على هذا؟ ليثبت مذهب الكرامية ما هو مذهب الكرامية؟ إثبات كل ما جاء في الكتاب والسنة على ظاهره دون تأويل نعم فهل أنتم تنفون؟ هل أنتم تنفون؟ نحن نثبت القطع والظن نؤوله لماذا تؤولنا الظن؟ لأنه استحال ظاهره لمخالفاته للقطع فعدنا إلى القطع في كل حال الله قاعدة عقلية ويقول ليش خالف العقل؟ تقول ماذا؟ ما لازم الحادث فهو حادث هذه الطاقية موصوفة بصفات باللون لا تنفك عنه بالحجم لا تنفك عنه بوصف من وصفين إما حركة وإما سكون لا تنفك عنه في حال من أحوال لما ثبت حدوث هذه الأوصاف جميعا ثبت أن هذه الطاقية حادثة لا محالة الآن تحركت سكنت الحركة حدثت إذن ليست قديمة والسكون ذهب لو كانت ساكنة إذن ليست قديما إذن الحركة والسكون كلاهما حادث وهذه الطاقية لا تنفك عن واحد منهما فهي حادثة لا محالة ابن تيمية يريد أن يجعل الله تعالى كذلك أنه هذه الحوادث تصيبه ويبقى قديما مستحيل مستحيل نعم الله تعالى يا إخوان موصوف بجميع صفات الكمال والجلال والجمال أزلا وأبدا وهذا الذي حدث لله واحد من أمرين إما أن يكون نقصا ينزه الله تعالى عنه لماذا؟ لأن الله تعالى كامل ولا تلحقه النقائص وهو القدوس سبوح قدوس وإما أن يكون كمالا لنفرض أنه حدث كمال فهذا الكمال إذا حدث لله سبحانه إذا لم يكن كابلا قبله فبطل فبطل الاحتمالان فلا يحدث لله لا كمال ولا نقص ذاته الجليلة لا تقبل الكمال ولا تقبل النقص لأنه منزه لأنه في منتهى الكمال فلا يزيد كماله ولا يلحقه نقص سبحانه وتعالى علوا كبيرا بمثل هذا التشغيب ابن تيمية ينسبه للسلاف ويفعل ويفعل حتى تعلموا يا جماعة حتى تعلموا يا أخوان حتى أخواننا السلفية حتى تعلموا أن الحملة العظيمة على ابن تيمية لم تكن سهلة العلماء والمشايخ والأولياء والصالحون الذين ردوا عليه ما كانوا عبثا يردون عليه يأتي بقطعيات الدين ويلعب بها يعبث بها عبثا قرأ المنطق وعلم الكلام وقرأ هذه الأشياء كلها من أجل لماذا أن يفزع الناس عقائدهم ليأتي بعقائد المجسمة الكرامية ليثبت أنها عقيدة السلف وحاشا وكله السلف كانوا يخوضون في مثل هذا طيب لماذا لا تسكت يا ابن تيمية أليس على منهجك السكوت لماذا لا تفوض كما يوسع أسلافك الحنابي للسابقين أجدادك وأباك هذه النصوص مشكلة بالنسبة لهم ولنا أيضا مشكلة فماذا نفعل نقول الله أعلم بمراده يرفض التفويل ويرفض التأويل ويلزمنا بقول أهل التجسيم هذا الذي يثبت قيام الحوادث بالذات الله ولم يقل بذلك أحد من أهل السنة قاطبة قال بذلك المجسمة نعم الكرامية قال بذلك نعم وهي فرقة ضالة والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم